الشرطة الصينية قالت إنها وجهة تهما بارتكاب جرائم فساد لرئيس الشعبة الصينية السابق لشركة الأدوية جلاكسوس ميث كلاينا الذي يحمل الجنسية البريطانية وزملاء آخرين بعد العثور على أدلة تشير إلى حصول الشركة على مليارات ليوان من رشوة الأطباء والمستشفيات مارك رايل والتين من المديرين التنفيذيين الصينيين يشتبه بقيامهم برشوة مسؤولين الصناعيين وتجاريين في بيجينغ وشانجهاي القضية التي تحمل تهما بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد هي أكبر فضيحة فساد من نوعها في الصين منذ قضية ريوتينتو في عام 2009 والتي أسفرت عن أربعة أحكام بالسجن